مهدي الفقير قبل أن نشوفوا الاختلالات ننظروا للحاصيلة هذه الشركات المدرجة في البورصة كيف يمكننا نقاربها؟ والحاصيلة هي حاصيلة كنعتبرها طبعاً فاش نتكلموا لحاصيلة هذه الاستفاصيلات سعودف ولكن هي متفوتة بين الشركات أو أخرى أكيد فيها بطبيعة الحال ربما بعض الشركات التي هي تاريخيا شركات عندها وحدة مردود يهمة وشركات صلبة أو مجموعات صلبة وصف المجال البنكي ومجال الاتصالات وغير ذلك فبالتالي أعتقد شخصياً أن المردود يديرها بقيت في تساعد وبقيت مستقرة وبقيت جدابة للمحافظة الاستثمارية ديال المضاربين في البورصة لكن الشركات بشكل أقل الشركات التي تعرضت لإشكال القطاعي وخصوصاً شركات ديال العقار والشركات الجيدة الصغرى هذه تعرضت للمشاكل وتحددت منذ قليل على البروفيت وورين أو ربما الإشعارات التي هي بحكم القائل تجبر الشركات أنها تشعر وكذلك بعض الشركات التي هي الصناعية التي تعرضت لإشكالات التي هي لحظية وضرفية فما نعطيش الأسماء التي نقدر أن نقوله بأنه ما لدينا شيء واحد نمطية معينة في هذا المردود هي كما قلت بأن البورصة بجس اليوم الاقتصاد الوطني ماشي في أفضل الظروف هناك طباط هناك إشكالات هناك أزمة حقيقية في عدد كبير من القطعات فبالتالي هناك قطعة منظمة لا تتأثر وخصوص من القطع البنكي لا تتكر بشكل كبير ولكن عندما نلاحظ بأن قطع التأمينات الصباحية تأثر بهذه الأزمة وبرتفاع كلفة المخاطر عدد من الشركات كبيرة أشعرت بأنها سوف تخسر لأنها مع كبير الأسف لم تعود تتمكن من مجالات الأخطار فبالتالي يمكن القول أننا اليوم أمام تباطئ وانحصار لمستوى المرضودية ومستوى الربحية عما كان عليه الأمر فيما سبق دونما أن ننزم بأن هذه المسألة هذه يوازيها أقصد لم يوازيها تطور تقافي في تعامل المستثمر في البورصة بقية المتعامل في البورصة هم النيتر كأننا تحدث عن المتعامل المؤسستي لزانزا لزانستيتيشوني لهم ليد الطولة فيما يتعلق بالتعاملات البورصوية بالنسبة للمضارب الصغير الأمور لم تتحسن بشكل كثير إنما نقول لم تتحسن باتاتا فلم نعود كما كنا نرى في السابق أن المضارب الصغير ممكن يصبح ثانيا أو لأن يربح الكثير من المضارب في البورصة وحتى عملية الإدراج التي تمت بأخرا لم تكن بشكل يلبي النهم ديال هذه المضارب الصغير كانت بشكل قليل يعني كتعفوا بأنه يكون واحدة عادة تقليدية للسهم يملك كل شيء يبغي دار وكل شيء يبغي يشتري شيء يشتري شيء يشتري شيء يكون ذلك شيء قليل فبالتالي هناك عندي إشكال أساسي لا يتعلق أساسا بالنظرة للربحية لها هذه المؤسسات بالقدر ما يتعلق أيضا وهذا هو المهم بالتقافة ديال الاستثمار البورصوي هناك من له النفس طويل وهناك من ليس له النفس طويل هذا هو مشكل حقيقة البورصة طالما ما تقدم لاش في المنظور ديالا البورصة كما في الدول الاسمالية التي يخد شيء واحدة ولكي قتاني محفظة استثمارية فعلى المدى الباعد نحن لا نحن كان سنة والإدراج كان سنة والسيمان الجوش بمرتع في 13% وكان بيعوا وكان نسحبوا كتسنين لم يكونوا رواج في البورصة غير بدأت شوية الأزمة كان نسحبوا هذا هو الإشكال الحقيقي أسئل عرافين يتمس اليوم البورصة بغض النظر على الإصلاحات المؤسساتية بغض النظر على الإصلاحات لم تكن هناك إصلاحات كبيرة ولكم تتذكروا في أواصل السنوات الألفين وفي أواصل السنوات التسعينات كيفما كانت الأمور أنا أتذكر شخصياً أن هناك من يعني تربح الكثير من هذيك الموفونس يعني من هذيك الديناميك من هذيك التروى وذيك التفراء لعرفة البورصة فبالتالي اليوم باش تكون هناك التفراء وباش تكون هذة البورصة في خدمة الاقتصاد لا تكون لديها طابعة ربحي صرف وأنها تتمول الاقتصاد هذا المطلوب بأنه عندما يدخل إنسان البورصة تتمول الاقتصاد تتحرك الاقتصاد الريضة المستثمين الريضة السوق المالية كيدفع الشركات بأنها تطور نفسها نقطة مهمة وهي تقنية لكم أن تتصوروا بأن نسبة مشاركة البورصة لا تتعدى 20% لماذا؟ لماذا لا تتعدى 20%؟ لسبب تقافي وإشكال تقافي بسيط لأن كتر من 20% ندخله في التحكم